مارس الكولر بالمناسبة هيبقى موجود في مباراة الاتحاد واوكلاند في ارض الملعب من المدرجات عشان يشاهد المباراة المباراة ان شاء الله غدا الساعة الثامنة مساء الفائز من المباراة سيواجه النادي الاهلي في المباراة القادمة يوم الجمعة ان شاء الله ساعة الثامنة مساء مارس الكولر وجهاز المعاون هيكونوا موجودين في هذه المواجهة طيب في بعض الاسوات اللي بتطلع اللي هي ايه بتاعت انه الكرة ملهاش كبير والكرة ملهاش منطق وهم 90 دقيقة والالافضل هو اللي هيفوز فناس كتاها ما بتقولي ايه انا حاس ان اوكلند اللي هيكسب الاتحاد انا حاس ان اوكلند هيكسب الاتحاد انا بصراحة بكل المقاييس دي لان مقاييس منطقية وطباعة اللي بيقلوها يعني وصحيحة يعني مش خاطئة بس كل المقاييس يعني اتحادي هيكسب تصور يعني اتحادي هيكسب اوكلان بعيد اوي عادنا نذكر اوكلان ولا عنده لعيبة موهوبة ولا عيبة جامدة واوكلان ده اصلا فكرة النادي نيوزلاندي اصلا لا عنده حتاجات قوية ولا بيلاع مباريات كبيرة ولا حاجة بس عشان من نيوزلاندي بيجي في كاسة عامل عنده كل موسم ولكن اتحادي هيكسب 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 تصور يعني عشان برضو رب العالم بكل شيء بس المنطق والرغبة والبلد والارض والجمهور وكل حاجة بتقول ان اتحادي طبيعي هيكسب اوكلان سيتي ماشي احمد عبداليادر تأكدت خلاص اصابته بمزق فيه العضلة الخلفية وهيغيب عن تدريبات الفريق لمدة اربع الى ستة أسابيع وبالتالي مش هيشارك مع الفريق في بطولة السوبة المصر بالامرات اللي هتبقى بعد كأس العالم لالاندية في نفس الوقت محمد ضوي كريستو واصيب هو الاخر بمزق فيه الخلفية ولكن هيغيب عشر ايام فقط تقول لي الفريق من دي ومدي هقول لك كل اصابة عضلية ولها مدد غيام معينة لا حجم يعني حجم حجم الاصابة عاملة طيب ترجمة نانسي قنقر